طوال ما يقرب من شهر ونصف الشهر لم تقدم القوات الحكومية في العراق جديدة فالقمع والقتل والانتهاكات الحقوقية فضلا عن إطلاق الوعود الإصلاحية الفارقة التي ملها العراقيون ظلت سمة سائدة لرد الفعل الحكومي على التظاهرات الشعبية الغاضبة في مواجهة هذا الخداع والتحايل من جهة حكام المنطقة الخضراء أبدع العراقيون كعهدهم في صور ووسائل التصعيد السلمي ضد نظام الحكم الفاسد سعيا إلى إسقاطه فمن التظاهر إلى الاعتصام ثم الإضراب العام وغيره من صور العصيان المدني التي تؤكد عزم العراقيين على الاستمرار في فعالياتهم المناهضة للنظام الحكم على الرغم من الثامن الباهض الذي يدفعونه من دمائهم مئة الشهداء وآلاف الجرحة وعدد غير محدد من المعتقلين والمخفيين قصرية لم تضعف عزيمة العراقيين أو تجبرهم على التراجع بل على العكس زادهم كل ذلك إصرارا على المضي قدما حتى إسقاط النظام الذي أوغل في دمائهم بعدما نهب ثرواتهم كما أن القمع الحكومي العنيف للتظاهرات ومشاركة الميليشيات الموالية لإيران في قتل المتظاهرين دفع العراقيين ربما للمرة الأولى منذ سنين إلى عبور حواجز الطائفية التي عمل النظام دوما على تدعيمها في إطار سعيه إلى إضعاف المجتمع وإقضاعه وبالنظر إلى تطور الأحداث على الأرض فإن كل من نظام المنطقة الخضراء والمتظاهرين يراهنون على عامل الوقت فالحكومة تراهن على ضعف الحراك مع تواصل القمع والضغط الأمني بينما يراهن العراقيون على إضعاف النظام تدريجيا عبر تواصل فعاليات العصيان المدني وانضمام شرائح مجتمعية ومحافظات عراقية جديدة إلى ساحة المواجهة المدنية وصولا إلى إسقاط النظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة